بسم الله الرحمن الرحيم فيه حاجة اسمها الأسنان الوقائية تمام كده؟ أوه تمام والأسنان العلاجية بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله محمد المباشر رحمة الأعلمين فيه حاجة اسمها طب الأسنان الوقائي وطب الأسنان العلاجي طب الأسنان الوقائي زمان كانوا بيقولوا في الماضي كنتارا ووقاية درهم وقاية خير من قنطار علاج يعني وقيت الأسنان أني أبدأ أحافظ على الأسنان أبتدي أني أنا أستخدم كل الأسليب اللي تمكنني أني أحافظ على السن سليم ومتخص الدر العلاج بتاعه إذا أنا مهتمتش بغسل الأسنان مهتمتش بالرسول أبتدي أدخل للجانب العلاجي إيه هو الجانب العلاجي؟ يعني أنا أبتدأ سوس بسيط أو تكون لهم بسيط على الدرسة والسنة دي اسمها عندنا الحالة الأولى اللي هي التسوس في طبعة المينة إذا أنا أهملت الموضوع وما زرتش العيادة هبتدي هدخل معي في مرحلة تانية اللي هي في مرحلة العاج النسوس يدخل لحاجة اسمها طبعة اسمها طبعة العاج وفي الحالة دي يكون المرضي يحسي بحاجتين ألم مع السخن والسئة مع أنه في الحالة الأولى ما كانش فيه أي ألم كان المفروض يروح العيادة عشان الموضوع يتم منتهى السرعة والبساطة المرضي أهمل في المرحلة التانية يدخل معنا المرحلة الثالثة وهي مرحلة ثروينج بين ألم يشبه النبط وده بنسميه ألم العصب عشان كده دايماً بنقول للناس نحاول نهتم بالفترة الوقائية طب إيه خطواتها؟ يعني الواحد قبل ما يحس بأي حاجة إيه خطوات الوقائية؟ تمام أبتدي أن أنا أستخدم الفرش والمعجون صبح وليل أبتدي خاصة قبل النوم لأن إيه اللي بيحصل أنا زي ما أنا بتكلم معاك الوقت اللسان مع اللعاب بيقوم بدوره الطبيعي في تنظيف الأسنان فده دور طبيعي ربنا سبحانه وتعالى ده من صنع خالق مش من صنع أنا أو أنت لكن في مرحلة النوم أنا نايم اللسان ما بيتحركش ما فيش لعاب بيفرض فالبكتيريا وبقاء الأكل الموجودة بتسمح أو بتزود موضوع التسوّس وبتزود مخطوة حاجة اسمها أكيوميليشن يعني تجمع بكتيريا وده بيعملنا حاجة اسمها الجير والتسوّس إلى ذلك الجير بيتراكم عشان عدم الغسل الأسنان أو المضمضة الجير بيتكون من كده؟ أبارة عن الجير أبارة عن بكتيريا تكونت نتيجة تراكم بقاء الأكل لما سبت بقاء الأكل يوم ورا يوم ابتدت الجير أنه يتكون في المنطقة دي فابتدت البكتيريا تروح تمنع لي إحنا معانا صورة للجير معانا صورة بتشرح الجير معانا صورة تشرح الجير الصورة دي أبارة عن إيه؟ أنا بقاء الأكل ترسبت تبتي في مرحلة الأولى تبتي على سطح أو جدار السنة نفسها أول ما الموضوع يبتدي يزيد عن حده يبتدي الموضوع أنه ينزل الجير لجدر الأسنان فيعمل حاجة اسمها كشف لجدور الأسنان ومما يسبب حاسية الأسنان لذلك دايما نقول للناس اهتموا بتنظيف الأسنان وكاعة الجير الآن كان زمان بياخد حوالي ساعة ساعة ونص عن طريق المانوال الآن مع تقدم العالم في حاجة اسمها كافترون الكافترون بياخد عشر دقايق للفك الواحد وده مما يسهل عملية الوقت يعني ممكن يتمظف في عشر دقايق بس؟ في عشر دقايق ومن أول جلسة؟ الكافترون في جلسة واحدة كويس جدا طيب هو بيأثر على إيه؟ يعني هو دلوقتي مثلا حد عنده جير وكان بقاله شوية وسمعنا دلوقتي لما بييجي يشيل الجير ده بيأثر لو طبقة كبيرة؟ ده الطباع القاطئ المتخز عن الجير ان الجير بيحافظ على الدرسة لذا ده خطأ إنما الجير وجوده بيسبب مشكلتين أولا بيسبب حيء اسمها انقفاض في اللسة ونزيف في اللسة معنا صورة تانية للجير؟ لو بصينا على الصورة هنلاحظ إن الجير مجرد ما هو ابتدأ يزيد ابتدأ ينخفض معدل اللسة يعني إيه الكلام ده؟ يعني اللسة ابتدت تنزل عن وضع السنة الطبيعي وده اللي خلى الجدر يبان فالجدر كده بيقيمة كشوف لأي حاجة شرفت مياه سخنة شرفت مياه ساعة هبتدأ حسي بألم معين الأسنان طبيعية 100% لكن عامل من عامل رئيسية اللي هي الجير عملها إنه كشف الجدر فسبب لي مشكلة حاسية جندا دي حاجة من ضمن الحاجات دي غير نزيف اللسة خضر ريك مياه ناس بتشريكي بتيجي في العيادة بتشريكي بتقول عن مجرد ما بستخدم الفرشة الدم يبينزل طب إيه سببه؟ السببه إنه مجرد ما بعد الفرشة احتكاك الفرشة طبقة الجير دي عبارة عن طبقة حدة مجرد ما بتلمس اللسة فكانك بتعوريها كانك مسكة آلة حدة بتغبطيها في الجل فبتجرح اللسة فبتجرحها عشان كده دايما بنقول للناس إزالة الجير فورا ملاحظة لازم فورا أروح أشيره بالكابتر معنا طبيب لسنة أزور العيدة بتاعنا المضمضة نستخدمها قد إيه؟ كم مرة في اليوم؟ المضمضة المفروض اللي هي بالنظام من ثلاث لاربا مرات طيب إحنا عايزين نخش بقى على مرحلة الجير كده هو حد عمل الجير تمام؟ إن كده الجير تمام لو تشال طيب التبييد الأسنين زي الجير يعني لو حد حاب يبايد أسنينه يعني شال الجير وقال طب أنا عايز بقى أبايد أسنينه لأن الجير ده بيعمل طبقة صفرة شوية هو الطبييد الأسنين دي مرحلة تانية مختلفة عن إزالة الجير أنا بعد ما مشيت الجير طبقت الجير أحيانا بيسيب بعض الرواسب والصباغات ودي مش من الجير بس لا دي بعض الصباغات فيها أكلات بتحتوى على الصباغات زي الشاي فيه مشروبات بالشاي والقهوة الوقت والسجاير وهم حاجة السجاير من أكتر حاجات اللي بتتوى على الصباغات اللي بتؤثرها على أسنين عملية الطبييد بتتم الطريقتين عندنا حاجة اسمها كامكل عن طريق مادة كميائية بنحطها على الأسنين لمدة 20 دقيقة أو حاجة اسمها الألطرع فيلوت ده يعباره عن ضوء زي الليزر بنستخدم مادة معينة وبنسيب المريض لمدة تلت ساعة وبعد كده بنحصل على الدرجة اللي بنختارها بنعيد التجربة لغاية ما نوصل للدرجة اللي احنا عايزينها من كام جلسة يعني دي جلسة واحدة من أول جلسة مع بعض الناس وممكن من تاني جلسة مع بعض الناس طيب التفتيح قوي حالك بتقول فيها درجات التفتيح قوي ده مش غلط؟ مش غلط على لسنة؟ الفكرة مش خطأ أو صح الفكرة أن الموضوع ده ما يتكررش غير بعد 6 شهور بعد 6 شهور يعني أنا ابتريت خلاص صلصت إجليسات تنظيف الجير من عمري كم سنة؟ لا تنظيف الجير سواء الكبار أو الصغار ملاش عمري ومجرد ملاحظة وجود الجير تمام ابتدي إنشيله لأني في الحالة دي أنا بحفظها على السنة بس لا أنا بحفظها لسا لازم أحفظ وحفظها على المكان اللي موجود يعني أنا مثلا عايزة حافظ على المكان بتاع السنة دي سيديو سنة الطفل عايزة حافظها على مكانها الجير لو تعمق هيخليني أخلع الدرس أو السنة للطفل قبل ما عاده وفي الحالة دي هتيجي السنة بتاع البالغ عوما يبتدي خلاص هيبدل الأسترام بتتعوج ما خلاص ما خلع السنة بالحارج فيتجم هانا اتجاه تاني فإحنا محتاجين إن إحنا نحافظ على الحاجة فنبتدي إن إحنا زي ما عنا الوقاية دايما خيروا من الإعلام طيب في ناس سنتها بتكسر يعني ممكن يأكل حاجة سنته تكسر وهو مثلا مش بتوجعه ما كانش فيه أي أعراض لألم أو وجع أو كده فهل ده بيبقى نقص كالسيوم ولا ده بيبقى برضو إهمال في السنة السنة اللي بتكسر زي عادة يعني بتكون راجعة للأزباب يعني السبب من الأزباب الرئاسية اللي هي نقص الكالسيوم ونقص في طبقة الميناء السبب الثاني بعض العادات السلبية السيئة اللي بيستخدمها خاصة الأطفال هنتكلم عن السبب الأول وهو نقص الكالسيوم أو نقص في طبقة الميناء نقص الكالسيوم أنا لو جاني مريض هبتدعم معك أول حيقة نطلب منه تحليل كالسيوم لو تضح لنا أنه عنده نقص كالسيوم بنبتنى مشيه على أدوية الأدوية زي الأسيو كير أسيو ميك بعد كال بنبتنى الألبين طارد لأشعة الشمس نبتنى يدر حق زي الكاجولوج اللي تحتوي عليك أوه تحتوي عليك الكالسيوم طيب لو هي عدة سلبية هنبتنى نعمل إيه لو هي عدة سلبية هبتدي أتيجي معي اتجاه أني أنا أبتدي أبعد الطفل ده بعدة واساة معينة أبعد الطفل أنه يستخدم الاستخدام اللي كان بيستخدمه وبيأثر على الأسنان ويعملتها كل الأسنان ترى معينة لكن في حاجة اسمها الجز على الأسنان الجز على الأسنان ده بقى ده بنحتاج جهاز معين بطروح العيادة بنستخدمه من ثلاث لستشهور الجهاز ده بيستخدمه لغاية يحمي الأسنان من التأكل ومش بس يحمي الأسنان ده بيحمي المفصل بتاع الفك من التأكل يعني مفصل الفك أنا عندي الفك العلي ومعه السفلي فيه تطابق إذا أنا حصل تأكل وتغير هيتغير حركة المفصل صح فأنا بحمي الأسنان الجز ده حديك بتشخص المريض أنه يعمله إمتى لما فيه سنة بتتكسر لا مش لما فيه المريض بيلاحظ أولا التهاب وألم شديد في أسنانه أسنان الشرب خاصة الحاجة السعى والسخنة نتيجة لبعض الميناء اللي هي من ساميها بالعربي اتبرت اتكلت المريض دلوقتي لما السنته تكسرت ويجي لحضرتك السنة بتخلحها ولا ممكن بتكملها لا طبعا إحنا بمتدي السنة دي لو السنة قسرت نبتدي نكملها بحاجتين فيه مادة نبتدي نحطها ونبني بيها الأسنان والمادة نسميها كومبود المادة دي في منها أنواع كتير إحنا نستخدم فيه نوع اسمه بيور نانو ده نبني معنش يا دكتور معنا تليفون وهنرجع لحضرتك مادم ليلة تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بخير تفضلي لو سمحت حضرتك ممكن أكلم الدكتور الدكتور معيك وتفضلي ماشي شكرا تفضلي سؤالك أيها دكتور أهلا وسلم أستاذي حضرتك كيف أنت تمام والله دكتور حضرتك كان عندي سنين تعبانة شوية وخلعتها يعني بادري وعملت تركيبات متحركة يعني مش سبتة لكن أنا تعبانة من التركيبات ديت لأن المشبك يعني السنة اللي جنب منه اللي هو الناب مشبوك فيه النبدة بيوجعني هل أنا لو خلعت النبدة هعمل إيه يعني ينفع أن أنا بدل المتحركة ديت أعمل ثابت ولا بيبقى خلاص فات الأوان يعني لأن هي بقالها حوالي كان سنة يعني تمام ليك سؤال تاني يا ليلة آه يا حبيبتي تفضلي بالنسبة اللي بالليل بيبقى عندي واجع جامد قوي في سنيني بقومت مضمط برسول وكده لكن برضو الواجع بيفضل موجود يعني مش عارفة السبب تمام أوكي طيب تفضلي سمعينا من التلفزيون طيب طيب هي بالنسبة للحال الأول أنت بتشتكي من التركيبات المتحركة عندها تركيبات متحركة وفي حاجة بتوجهها المشبك تمام التركيبات المتحركة أحيان بيكون المشكلة في التركيبة نفسها المادة المعمولة بيها لذلك الآن ابتدوا يتجوا اتجاه آخر إن احنا نعمل حاجة أدوانسة جديدة من التركيبات اسمها فليكس وفي حاجة أعلى كمان من الفليكس لسه نازلة مصر أو بعض المعامل اللي أنا بتاعت تعملها اللي هي السيليكون دي مادة أولا يعني زي ما يقول بالعربة كده طريقة جدا فبتمنع الألم أو من الضغطها على اللسة بتحمي اللسة دي بتبقى إيه سيليكون بتتحط على دي مادة مادة اسمها سيليكون سيليكون دي بتستخدم إزاي بتنحطها بنبتل ناخد ومنحطها له زي الطرقة عادية وسبتة بس اختلاف المادة لأ نسبتة متحركة أما بعض الناس بتبتجي تتجاه تتجاه آخر وده العلم كله بيشيد لي اللي هو الزراعة يعني أنا أنا عندي مشكلة مع الأسنان المتحركة ومش لأي حال أبتدي عمليه أبتدي أتجاه اتجاه زراعة الأسنان الأماكن دي هزرحها طبعا ده بيرجع للميديكا الهيستري بوصع على الحالة الطبية للمريض قال هو عنده سكر عنده أمراض في القلب بيبتدي إن عمل له حاجة سمع كونترول هي دي بتتخذ ببنك هي زراعة دي ببنك الزراعة دي الأسنان بتعتم الآن بأسرع وقت خلال عشر دقاية حالك بتتطمن على القلب والسكر والحاجات دي اه طبعا أنا بتتطمن لي لأن أولا موضوع السكر بيلعب في الجسم كله هو أي موضوع الزراعة ده بيختصر شديد هو عبارة عن حاجة اسمه استيو انتجريتيشن يعني الكلام ده يعني إن الغطم إزاي أعش مع مع الزرعة الوقت أنا هزرعة زرعة بديلة الحاجة ربنا سبحانه وتعالى إزاي هخلي الحاجة دي تعشق مع العظم ده بيعتمد على الخلايا المناعية الموجودة عن طريق حاجة بنسميها استيو انتجريتيشن فلازم أتطمن من ناحية الميديكال اللي هي ناحية الطبية عن مريض صحية طبعا فأحيانا يعني جال المريض عايز ركب المريض ده عنه سكر مش منتظم معدرش ركب له لأن الزرعة عمرها ما هتعشق في مكان العظم فإحنا ممكنين نشوف الحل المرضية للمريض ونسمى نقوم باتخاذ الإجراء المنتبلي والسلكون دي لازم يبقى فيه يعني لازم يبقى فيه سنة في المص ولا ممكن على حسب درس أو سنة السلكون أو تركبات متحركة لكن دي حاجة ادفانسد ادفانسد المتطور حاجة غير الزراعة الزراعة سابتة زراعة تركيبة سابتة إنما الفلكس والسلكون دي تركيبة متحركة متحركة بس مريحة بحيك بتقول طرية جدا دي بتستحمل مش بتتكسر لا 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 المادة بتاعتها فلكسابل مارين في لك كلمة مارين يعني أنا ممكن أرميها في الأرض ما تتكسرش غير المادة الزرافر اللي احنا كنا نستخدمها زمان مغرد ما بتقع من المريض في بعض الناس تقول يا دكتور ده أنا التركيبة اللي هم ركبها لما وقعك تتأخمت صحة دي لا مش بتكسر لان المادة بتاعتها فلكسابل مارينة وقام مارينة واي درجة من المرونة طبعا بيزيد وتقل حسب الخامة لسه بقولك حسب الخامة ومعامل اللي بيصنعها طيب هي بتصحب الليل حسب ألم شديد بتغسل أسنانها وتعمل مضمضة وبرضو في ألم لأ حسب ألم ده بيرجع لحاجة تاني هي وهي جمعان اللعتي بتقول ان في مشكلة في الأسنان نفسها طيب الموضوع اللي تكلمنا عليه فهو البرنامج الثروبينج بين اللي هو ألم في العصب ممكن ده يكون هو بيسببه الألم لما تصحى دي حاجة الحاجة التانية زي ما قلتلك اللي هي كشف جدور الأسنان دي بتسبب ألم فهو رهيب ده مع لا احنا فرص في الشهد دلوقتي مجرد ما يقوم الهوى السائع مش انه يخسل بوق بسائق أو صغط الهوى السائع بيتعبه الهوى اه طبعا لين العلوى ما تكشوف اي هوا اي وصح اه طيب دكتور انا عايزة منحاك كنت وعادنا بنصحتين كده مهمين في نهاية الفقرة واحنا لأسف فقرتنا انتهت فعايزة منحاك بقى نصحتين المهمين النصحة الأولى في حاجة احنا ياريت ياريت نحفظ عليها والحاجة دي يعني نستخدمها من عشرات سنين ألا وهي السواك سبحان الله السواك ده يعني ما طرثوا للفم ما طرثوا للرب دي اول حاجة تاني حاجة السواك يحتوي على الفورويت الطبيعي انا مش محتاجة اجيب معمون اسنان ومحتاج اجيب الفورشة لا فورويت بس اعرف الاستخدام الصحيح لي ان انا اغيره كل تلات ايام كل تلات ايام السواك نفس اللي تلات الجزء اللي فوق لا استخدمته كده انا بحافظ على اسنان الطبيعية وبحمل اللسة لانه هو فيه سبحان الله مطخر طبيعي اللسة سبحان الله من الشغر يمنع نزيف اللسة طب ده بيستخدم ايه المفروض ده يستخدم بعد تفرج بالاسنان اه بين كل وقبة او تفرج بالاسنان تانين دي اول نصيحة واول لانه النصيحة التانية في معجون اسنان الناس كلها بتدخل تقول يا دكتور بعد ازنك ايه افضل معجون ممكن نستخدمه لأ وحضرتك مش افضل معجون ممكن تستخدمه اول حاجة بالنسبة للمعجين لأ احنا نغير كل شوية في المعجون يعني الكلام ده ما ثبتش على معجون واحد دي مهم اللي يبقى كل معجون بيحتوي على مادة قاتلة اللي نوع من البكتيريا يختلف عن المعجون الاخر سبحان الله يعني انا المفروض اغير في المعجون لكن في مادة مهمة طب حيك تنسخنا بيها في شركة نزلت معجون جديد واسمه جانوزي الشركة دي ماليزية انا بصراحة بطيئة استخدمه الشركة دي عاملة المادة طبيعية 100% تمام يا دكتور المتشكرين ونورتنا وان شاء الله لنا اللقاء التانية عايزي المشاهدين فاصل ورجعين تانية اشتركوا في القناة